اشتركوا في القناة من شاطئ الصبلات بالعاصمة في حين لا يزال ثلاثة اطفال في مصلحة الانعاش وهم في حالة حرجة واكدت مصالح الحماية المدنية ان اعمار الاطفال المتوفيين من 9 الى 12 عام واعلنت مصالح الحماية المدنية عن انتشال جصة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وجاءت العملية بعد تسخير 10 غطصين وزورقين كما ابرزت ذات المصالح ان العملية جاءت بعد انقاذ 6 اطفال 5 منهم لقوا مسرعهم في حين تبقى عملية البحث والانقاذ متواصلة وتضمن بيان حماية المدنية ان وحدتها تدخلت من اجل اسعاف واجلاء 6 اطفال غرقوا بشاطئ الصبلات واشارت الحماية المدنية ان العملية متواصلة من طرف فرق الغطصة المختصة وهذا الاحتمال وجود طفلة زياد 13 عام مفقودة في حين ذكرت الحماية المدنية ان الاطفال كانوا في نزهة منظمة من طرف جماعيتين من ولاية المدية وولاية البوايرة وختم بيان المصالح ان الاطفال الذين تم اجلاءهم وانقاذهم تابعين الابتدائية من عين بوسيف بولاية المدية نسأل الله العظيم لهم الرحمة والمغفرة وان يرزق اهلهم وزويهم الصبر والسلوان ان لله وانا اليه راجعون اعزان متابعين وكذا بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته